يا أهلا بكم عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من عشر الصفحة في الأهلي وتاني وآخر فقراتنا الحوارية والفقرة دي هنتكلم من خلالها عن الأجسادة اللي ممكن تحصل داخل الجسم أصلا يعني إيه أجسادة وإيه هي مضادات الأجسادة دي عينة بسيطة من أسئلة كتيرة هنتوجه بيها لدكتورة دينا بسعود اللي منوراني في هذه الفقرة صباح الفل عليك أهلا وسهلا أخبارك إزيك كريم الحمد لله يا رب دايما في أحسن صحة وأحسن حاجة ربنا يخليك تسلم والله بنسبع دايما عن مضادات الأجسادة مضادات الأجسادة طب ما تيكي من الأول كده نعرف الناس أصلا إيه هي الأجسادة أجسادة الخلايا أو أجسادة الجسم عماتا هي تفاعلات كميائية بتاعته داخل الجسم وبيحصل انطلاق الخلايا الجزور الحرة أو الخلايا الحرة الخلايا الحرة بتخش تدمرني الخلايا بتلعب في الديئة نقي بتاع الخلايا فبتتلف الخلايا وبتعجزها وبتدمرها بدري بدري وبتموتها بدري بدري أجسادة الخلايا دي حاجة خطر جدا جدا وأصلا بتحصل لاتيجة إيه عوامل كتيرة جدا يعني كلنا أكيد بنخش في عامل من العوامل دي لو مثلا هكلم عوامل بيئية ملوسة مثلا ده بيعمل أجسادة في الخلايا لو تعرضت الأشعة الشمس من غير ما حطت السانسكريم بتاعي هي أجسادة الخلايا الوش ولما الوش بيحصل له أجسادة بيعجز وظهور البقع والتجعيد بدري بدري لو طريقة تحضير الأكل لو أنا دي دي كارسة كبرى الموضوع الزيت اللي بنكرر بيتقالي فيه أكثر بيتقالي فيه دي كارسة دي بتأكسد وبتخلي الخلايا الحرة تنتشر في الجسم ولازم نحد من الموضوع دي يمكن السموكين كمان التدخين بيأكسد عندك حاجات كتيرة جدا متأكسد دي أنت عندك شريحة مش قليلة من المواطنين ونوع الأكل لو أنا بأكل حاجات فيها مواطن حافظة كتير برضو لعنا بكلمك على بالذات حتة الزيت اللي بتقلي فيه أكثر من مرة الناس اللي هم رواد عربيات الكبدة ومشافر ده فيه عربيات ممكن يعني الإدرة اللي بيعملوا فيها أو الحلة اللي بيعملوا فيها بالضبط الكبدة أو السجوء ممكن ببالها مثلا تسع سنين شغالة نفس الحلة بنفس الزيت دي أنا أقول ما يتقليش مرتين تقولي تسع سنين دي احنا نموت دلوقتي دي مشكلة كبيرة فعلا يعني الزيوت اللي تستخدم أكثر من مرة لازم ينتج عنها أكسد طبعا طبعا فعشان كده بقول ناكل في البيت بقدر الإمكان كمية اللحوم الكتير المصنعة دي برضو لازم هي اللانشون والروسبيك والبسترما والحاجات دي زيادتها عن اللزوم والبرجرز بلاش زيادة بلاش زيادة في اللحوم المصنعة بي أكسد الدهون الضرة لو أكلناها كتير بتأكسد زي ايه الدهون الضرة دي زي اللي موجودة في ايه مثلا الزيوت دي دهون ضرة مثلا الزيوت المهدرجة والحاجات دي كل الحاجات دي بتأكسد دهون الصحية حلوة أنا مع الدهون الصحية ناكلها على طول اللي هي برضو ناخدها من ايه؟ من الأسماك والسلمون دي مهمة جدا دي دهون صحية اللحمة ما ننقطرش يعني بلاش اللحوم اللي هي برضو المصنعة والغير مصنعة كتير الإفراط مش حلوة فيها بالزبط فكل الحاجات دي بتأكسد طب مين فينا ما بيعملش ده ولازم نشرب مياه كويس فأي كده حد فينا ممكن يكون بيأكل أكل مشلحي السكريات الكتير بتعلي التهابات الجسم طيب نعمل ايه عشان نحد من ده؟ لازم ولابد ناخد أنتي أكسدانس أو مضادات أكسدانس من الفيتامينز مثلا وكمان الشاي الأخدر طبعا لو هيقولي المشروب الحلو كمضادة أكسدانس شاي أخدر رائع الأسماك مضادة للأكسدانس فيها مواد ضد الأكسدانس فرائع الأسماك مع فيتامين سي وفيتامين إي الاتنين دول من أقوى مضادات الأكسدان اللي موجودة في العالم فبرشح قلب مالتي فيت ليه قلب مالتي فيت؟ لأنه موجود فيه فيتامين سي تركيز عالي 500 ميلي جرام وفيتامين إي فيتامين إي كمان أقوى كمضادة أكسدانس أقوى حاجة وبيعمل على عدم أكسدد الضهون الضرة الضهون الضرة لو أكسدت هتعملي كوليسترول تترصب على الأوعية يخش في مشاكل صحية طيب قلب مالتي فيت هل ينفع حتى مع مريض الكوليسترول؟ طبعا لأنه بيدعم جدا وبيقلل لي مع الأدوية نسبة الكوليسترول في الدم فقلب مالتي فيت أولا مرخص من هيئة سلامة الغذاء سانية موجود في كل السيدليات سلسلة السيدليات معروفة إحنا موجودين فيها سلسلة السيدليات دي موجودة في كل محافظات مصر بلاس أن احنا موجودين عن طريق الأرقام اللي ظهرها على الشاشة بنوصل لكل محافظات مصر بلا استثناء وأكيد عندنا صفحة على الفيسبوك لو عايزين نسأل على أي سؤال يخص هذا المنتج نقدر نسأل على صفحتنا اللي أعتقد موجودة على الشاشة حلو طيب مضادات الأكسدة بتشتغل إزاي بتعمل إيه؟ مضادات الأكسدة هي اللي بتضحب نفسها بقى يعني الخلايا الحرة اللي بتبقى موجودة خلايا ماشي في الدم لهاش مستقبلات فتخش على الخلايا السليمة بتعتيت دمرها يمكن كمان تسمع يا كريم موضوع الخلايا الحرة والأكسدة الأكسدة ممكن يؤدي إلى كانسر سيلز أعوذ بالله يعني الخلايا السلطانية فمضادات الأكسدة هي اللي بتفدي نفسها هي اللي تتأكسد وتمنع من الخطر ده عن الخلايا الصحية بالضبط هي اللي بتضحب نفسها فهي دي مضادات الأكسدة فمهم جدا 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 أن احنا ناخد إنتيك يومي من مضادات الأكسدة هل في سن مثلا نبتدأ من سن كذا ممكن ياخد مضادات الأكسدة؟ من سن عادي كل الأعمار ما فيش مشكلة لو هتكلم على ألب مالتي فيت مثلا باخده من سن 13 سنة آمن حتى للمراحل المبكرة دي طبعا آمن جدا لأن هو ليس علاج ومفهوش مواد فعالة بتعالج أمراض خالص ده هو الفيتامينات اللي موجودة في الأكل وجرعة المفروض الواحد ياخدها ولا برضو ليه علاقة بالسن يعني هل مثلا في العشرينيات ياخدوا جرعة مختلفة عن اللي عندهم 50-60؟ الجرعة اللي مصرح بيها من هيئة سلامة الغذاء هو أرس واحد بس في اليوم أيا كان العمر أيا كان العمر لو العمر الكبير مثلا بيحتاج فيتامينز أكتر وقتها أقدر أقول أن أستشير الطبيب لو هاخد أكتر من أرس واحد لأن أنت بأرس واحد أنت بدعم الجسم مش بس كأنتي أكسيدنت أنا لازم أدعم الجسم كمناعة قلب مالتي فيت من أقوى المكملات الغذائية كمناعة لازم أدعم التمثيل الغذائي تمثيل الغذائي يعني سرعة أيدي يعني نشاط لا استني بس قبل النشاط مش نفسر يعني إيه سرعة أيدي سرعة أيدي أنت دكتورة وعرف إحنا مش عرفي حنا رجلنا صاحب مرض حعرف أنا منين الأيدي اللي هو معدل الحرق أنت عندك ألب مالتي فيت هو الميتابوليزم يعني الميتابوليزم طبع أنت عارفه وإنجلش كمان ده المصالح اللي يمكن أن واحد يسمعه أكثر أه ما هو سرعة الأيدي يعني متابوليزم أنا قلتها باللغة العربية مهمة قوي أن أنا أدعم الميتابوليزم بتاع جسم طيب ألب مالتي فيت إزاي بقدر يدعم الميتابوليزم لأنه بيحتوي على فيتامين بي كومبلكس بكل أنواع وده مفيد في عمليات جدا يعني إيه ميتابوليزم إن أنا أقدر أحول الأكل اللي بأكله الدهون أو الكربوهايدريتس أو حتى البروتينز لطاقة إزاي نقدر نعمل ده بألب مالتي فيت لأنه بيحتوي على عائلة فيتامين به الكاملة فبلاقي مع ألب مالتي فيت نشاط أعلى تركيز أعلى مود أحسن كنت فس كلامك بتقولي حتى اللي عندهم كوليسترول عادي جدا يقدروا ياخدوا نفس المكمل الغذائي اللي احنا بنتكلم عليه طب الناس اللي عندها برضو أمراض تانية من الصنف المزمن سكر قلب ضغط ضغط قلب مالتي فيت لا يتعرض إطلاقا مع أصحاب الأمراض المزمنة ولا يتعرض مع أي دواء بياخدوه لأن قلب مالتي فيت زي ما أنا قلت فيتامين إيه مهم جدا جدا لتحسين نسبة الكوليسترول والليس علاج لنسبة كوليسترول أنا على طول говорить لا بفيش أي فيتامين بيعالك أي مرض لكن ينفع ياخدوه مع أدوية للكوليسترول او أدوية استيولا او أدوية القلب لا يتعرض إطلاقا بالنسبة للمريض السكر بدعم جدا قلب مالتي فيت لأنه طبيعاً المريض السكر لازم يمشي مع الأدوية سواء الإنسولين أو سواء الأدوية اذهبا ياخدها لازم يمشي على فيتامين بي عشان هو اللي بدعم الأعصاب احنا عارفين ان المريض السكر شوية بيبعنده التهاب شوية في الأطراف سواء رجليه أو إيديه فبدعم جدا ألبا مالتي فيت لا يتعرض إطلاقا مع أصحاب الأمراض المزمنة جميل طب كنت عايزة أسألك سؤال برضو لقيت ان في حد من المشاهدين باعت نفس السؤال من علي بتسلم على حضرتك بتقولك كنت عايزة أعرف هل الفيتامينز بناخدها من نفسنا ولا لازم نعمل تحليل الأول لازم تكون بناء على نصيح الطبيب لو الفيتامينات القبلة زوابان في الماء ممكن بنعمل لها نسبتها في الدم لكن ألبا مالتي فيت هو فيتامين سي هو فيتامين إي هو فيتامين بي ومرضو وطر صاليب بيدوب في الماء بالزبط فما فيش مشكلة ان انا اخذه وبعدين ما خافش منه لأن التراكيز بتاعته معقولة جدا حتى لو باخدوا الفترة زمنية طويلة مثلا سنة كاملة باخدوا يوميا ده أنا لازم أخدوا وغير مش أخدوا واكل أكل مش صحي واكل سكر وماكلش سلطة لأ لأننا يعني احنا عاملين مكمل ان ده بيكمل الأكل لازم أكلنا يبقى فيه فيتامينز يبقى فيه مينرالز وانا عارفة ان الأكل احنا محتاجين انتيك يومي محتاجين تراكيز بانتيك يومية الجسم مش هيصنعلي فيتامينات فمع الأكل ما أكلت ما أخدتش النسبة المزبوطة للجسم محتاجها يوميا لكل العمليات الحيوية بدعم بقلب مالتي فيت هو الفيتامين اللي أنا ممكن أحصل عليه من خلال الأكل نوع الأكل هل بيبقى بنفس كوالي نفس الفيتامين اللي أنا أخدته من خلال مكمل غذائي أو من مالتي فيتامين طبعا كل حاجة بتبقى طبيعية حلوة بس قلب مالتي فيت برضو طبيعي يعني ما فيش أي مشكلة خالص هو زي الفيتامين هو للأمان أنا مش بس ألك عشان ألف مالتي فيت أنا أتكلم عن مطلق عموما على مالتي فيتامين سوى عموما فكرة أن أنت تأخذي عنصر ما جسمك محتاجه بطريقة تانية غير الأكل فهل العنصر ده الموجود في الأكل يختلف عن نفس العنصر اللي موجود في الكابسولة أو في الحباية لا 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 إطلاقا ولازم أخذ فيتامينز ما فيش حاجة اسمها لا ده أنا عندي فيتامين ما يناقص واسيب نفسي الفيتامينات لما بتنقص في الجسم بيبقى الجسم يعني يعني عرضة مشاكل صحية كتيرة جدا فعلا طيب أنا برضو فيه سؤال تاني بعتته أميمة أحمد بتقول كنت عايزة أعرف العصبية والتوتر المستمر هل دول ممكن يكون سببهم نقص فيتامينز معينة وبتسألك بقى تحديدا إزاي ألف مالتي فيت ممكن يساعد في تقليل المشكلة دي ألف مالتي فيت بيدعم المود ممكن العصبية والتوتر بتبقى ممكن أحيانا أكيد غير الفيتامينات هرمونة يعني تغيير الهرمونات للست بيعمل لها عصبية رهيبة سواء هي عدة المونوبوز أو فترة الحمل أي تغيير في الست في هرموناتها هيعمل لها عصبية بالمناسبة السيدة الحامل تقدر تاخد عادي نفس المكمل الغذائدة ألف مالتي فيت أنا بداعم لها جدا ألف مالتي فيت لأنه أولا فيه فوليك أسد والست الحامل من قبل ما تحمل حتى هو يف خطة الحمل دكتوري يلالها لا أخذي منذ الوقتي فوليك أسد علشان الفوليك أسد هو اللي بيدعم الخلايا العصبية لجنين وبيعمل على عدم تشوه الأجنة فألف مالتي فيت فيه حمد الفوليك ألف مالتي فيت فيه فيتامين سي مهم يناقت قوي منعيتها في الحمل ألف مالتي فيت فيه فيتامين إي ضد الالتهاب وفيتامين إي بينشط لي الدورة الدموية وفيه الكوبالامين اللي بينتك كرات الدم الحمرة عشان يحميها من عدم كفاءة الدم بس عندي حاجة بسيطة بس عايزة أقول لأي واحدة حامل بالنسبة للكالسيوم احنا كلنا عارفين ان الست الحامل بتحتاج كالسيوم بمقدار أعلى بكتير فتسأل الدكتور لو محتاجة مع ألبا مالتيفيت بتاخد كالسيوم زيادة وقت الحمل وبعد كده بترجع على ألبا مالتيفيت من غير ما تاخد الكالسيوم زياد ده الحامل بس محدش ياخد ألبا مالتيفيت ومعا كالسيوم ده خطر الحامل بس طيب هل كبار السن يلزمهم نمط حياة معين بين خسين كده شامل ان هم ياخدوا مثلا مكملات غزائية معينة يهتموا بفيتامينز معينة أكتر من غيرها من منطلق ان هم عندهم أعراض شيخوخة بقيت التفاصيل بها اللي انت فهمها أنا بنصح طبعا كبار السن ان هم يعني يبقى اللايف ستايل مختلف شوية نقل الملح يعني بلاش الملح كتير وبلاش نوقف الملح حال مثلا دكتورة زينة لان انا اعرف ناس بتبقاني بيقولولي ايه اللي انت بتقولي احنا بنعمله مش معنى انا قلت قال الملح يعني يوقف الملح القلب محتاج سوديوم بس بلاش قطرة الملح طب اش معنى الملح بالذات اللي بتدتي بيه الملح بتدتي بيه لانه بيرفع الضغط شوية يعني لو زودت الملح وانا بخاف على كبار السن لانه بيبقى ممكن عندهم شوية مشاكل في الضغط بيقللوا السكريات جدا نقلل برضو كمية السكريات ونقلل كمية الدهون الضرة ويناموا كويس وشربوا مياه كويس ويتطمنوا على الكمبليت بلاد بيكتشر وانزيمات الكبد ولكلا ده من غير ما يبقى عندهم اصلا مشكلة يعملوها مرة كل ستة شهور امان ليهم يعرفوا الدنيا معاهم ماشي هزاي فيه ناس برضو يدينا مختلط الى حد ما عندهم الأمر فكرة المكمل الغذائي بيعملوه كأنه غزة مش مكمل غذائي بمعنى ان هم مثلا شهيتهم ضعيفة بيشربوا سجاير كتير فبالتالي نفسهم معظم الوقت مسدودة فكمية الانبوت الغذائي اللي بيدخلوها جسمهم كل يوم ايا كان السبب ايه هي لا تذكر فبيحاولوا يعوضوا ده من خلال المكملات الغذائية بس البالنس اللي حاصل مرجح كافة المكملات اكتر من الاكل نفسه لأي درجة ده مش مظبوط ده عشان بيستسهله لا انا مع الاكل الصحي مع المكمل الغذائي انا مع تغيير اللايف ستايل كله مع المكمل الغذائي يعني لازم ان انا وانا باخد مكمل غذائي ده بيكمل ده ده مكمل لكن ما اعتمدش عليه اعتماد مية في المية طب معلش السؤال ده قد يكون سؤال ساذج جدا بس سمحيني فيه يعني ليه مش ده غذة وده غذة عشان انا محتاجة اكتر من النسب دي يعني انا يعني اما ينفعش بس اخد قلب منتي بيت وكل يوم اخلص طرطة فين اللي صحة في الموضوع طب تعالي تعالي عشان الكلام مختصر على الناس مثلا اللي بيروحوا الجم وبيلعبوا بيشيلوا حديد واوزان ورياضات فيها مقاومة بياخدوا مكملات بقى من نوع تاني بقى خارص مش غير اللي حين نتكلم عليه اللي هو الوي بروتين والحاجات اللي هي مكسفة مكسفة الى اي درجة ده ممكن يكون بديل امن للناس اللي ما بتاكلش كويس بص يا كريم انا عارف ان ده اطار مختلف شوية الكلام جاب بعض انا مع يعني انا بقول على طول للرياضيين كله بروتين يعني بتلاقي الرياضيين على طول بيحبوا يأكلوا البيض واللحوم والاسماء كل الحاجات دي بروتين طبيعي وقالب مالتي فيت مثلا هيبدأ عمليهم ايه ماشي بسما الواحد من الناس بقى اللي هما بتاكل حديد اللي بيفطر له مثلا بأربعة وثلاثين جيدة بسطوقة على الصبح ده مش يعني مش ده العادي مش طبيعي فغالبا مش هيضر بياخد بقى ده اللي بتكلم عني فإلى اي درجة ده شيء مظبوط او خاطئ ولا لو كنا معتدلين الاعتدال في كل حاجة احسن اه الاعتدال في كل حاجة احسن لكن لو هتكلم على البيض مش هتكلم على الويت بروتين اه لا طبعا اولا هتكلم عليها بالاجاب ولا هتكلم عليها بالسلم لكن الحاجة اللي تخصني اللي بدعمها جدا ليهم هو البيض لان هم محتاجين مع البروتينات اللي بتتاخد محتاجين يدعموا اعصابهم جدا البيض دعم رائع للاعصاب ملوش اي اثار جانبية لاي فئة من الناس اطلاقا ايا كان بالعكس مليان زنك مليان فيه نسبة كبيرة من الزنك وده اللي بدعم البيض لان فيه almost 24 ميلي جرام الزنك مهم لأي رجل بالنسبة للمناعة بالنسبة لتدعيم الطاقة وبالنسبة للخصوبة بقول الرياضيين برضو فيتامين سي مهم قوي لهم لانه بيعمل مناعة وبيزود المناعة وكمان بيدعم نسبة الحديد في الدم فمهم جدا لهم فيتامين سي فيتامين بي كومبلك زي ما قلت مهم قوي لهم علشان الأعصاب بتاعتهم بلس الزنك بيعمل على ارتخاء العضلة بعد التمرين فقالب مالتي فيت وده يساعد على الاستشفاء بالزبط بالزبط قالب مالتي فيت الجورة على المناسبة لهم هو كابسولة أسسوري أرس واحد بعد الفطار لو هم بيفطروا فطار كويس أو بعد الغداء أو قبل التمرين أكيد هو لو بيروح التمرين مثلا المغرب أو حاجة اتغدى الظهر ممكن قبل التمرين كمان ياخده هيدي له باور أحسن على ذكر الناس اللي كنت بقى بسألك أو بقولك إن في البعض من الناس ممكن يبقى مختلط عليه شوية الأمر ما بين المكملات الغذائية وبين الغذاء ذات نفسه بالمناسبة أكيد أنت بتتعرضي من خلال أسئلة كتيرة بتتسئلك بتشوفي حاجات شائعة قوي وغلط جدا تيجي نحذر الناس منها نعرفهم من ده شيء مش مظبوط شائعة وغلط جدا أنا لما مثلا بشوف أو مفهوم مغلوط يعني فهم أصلي أو بحدي مثلا عنده فكر معين والفكر ده غلط وفهم إن ده قمة الصحة وده غلط ده مدمد للصحة قمة الصحة مثلا إن أنا كل يوم أكل لحمة كل يوم بروتينات لحمة كبروتين ده غلط قمة الطاقة في السكر ده أكبر غلط يعني أنا عايزة تقطي تعلق قوي قوي فكل أحط ثلاثة أربعة معلق سكر قبل منزل الشغل عشان السكر يتحول فمشروبات الطاقة بالمناسبة نظامها إيه الإكثار منها وحش جدا بصراحة الإكثار من مشروبات الطاقة مش صحة أبدا وكمان الكافيين القهوة يقول لك قهوة عشان أركز طبعا فمسلا حد بيشتغل بالعشر ساعات فكل ساعة ياخد قهوة بتاخد معدل كافيين يفتعتمن فنجيل كافيين يعني هارت ريت يعني ضربات قلب عالية وبيحصل مشاكل صحية ففي ناس برضو بتفكر في ده إن هاشرب قهوة كتير عشان أركز هاكل سكر كتير جدا ده زيادة نسبة السكر أصلا في الدم ده بيعملي تعب وخموله واحده ده في ناس رابطة ما بين مش بس التركيز مجرد الفواءان المبدأ نفسه بتاعنا أبقى مصحصح بفنجان القهوة الدبل اللي لازم أخده الأول مفيش مشكلة بعد الفطار وأنا جاي الشغل أنا ممكن قبل ما أدخلها وأخدلي الفنجان بتاعي مفيش مشكلة لكن هخلص أروح أخد فنجان تاني تالت رابع إكساس كافيين مش حالو بلس الإكساس أو الزيادة أو الإفراد في المشروبات الغازية مش حالو نشرب بالمعقول عشان المشروبات الغازية ممكن تطرد الكالسيان برا العضل إلا ما في مرة أعد معاك فيها يا دينا ومشي بعد نهاية اللقاء أقسمي لك بالله ما فيس مرة جلت كل مرة أعد معاك يصعب علي حالي لأننا تقريبا بتنطبق علي كل المحازين بص يا كريم لما شوف حد بيستبدل الميا بمشروب غذائي على الصبح لتر يبدا يعني الله ده حاجة حلوة أول الله العظيم أنا مش عارفة ودي وشي لديك فين يا دينا الحية بس أنا مشكورك على وجودك النهاردة معانا نورتين ومشي جد لوجودك وطبعا الشكر الموصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم دينا في حلقتنا النهاردة إن شاء الله نشوفكم على خير في يوم جديد وحلقة جديدة وعشرة صفحة الأهلي إلى اللقاء